الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد ففي هذا الكتاب الإسلام يتحدث عن نفسه كما يتحدث الكتاب عن أن الإسلام هو دين الرحمة ودين مكارم الأخلاق واليسر والتسامح فإنه لم يغفل أمع الحياة فتحدث في مبحثين في غاية الأهمية هما العمل والإنتاج والمبحث الثاني الإتقال يقول حق سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولم يقل أقعدوا وكلوا وإنما قال فامشوا في مناكبها اسعوا واطلبوا السعي وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم عزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر زهبا ولا فضة وكان سيدنا عراك بن مالك إذا صلى الجمعة وقف على باب المسجد وقال اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فائضتك ثم انطلقت كما أمرتني فازقني وأنت خير الرازقين وقال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لعزقكم كما يرزق الطيراء تغدو خماصا وطروح بطانا أي تذهبوا مبكرة في الغدو للسعي على رزقها جائعة ثم تعود ممتلئة البطون وخرج أحد الصالحين إلى بستان في صفر وتجارة فبينما هو في ذلك البستان وجد طائر كسيرا جريحا فقال كيف يطعم ويسقى هذا الطائر الكسير الجريح وبينما هو يفكر في هذه الحال إذا بطائر آخر يحمل لهذا الطائر طعامه قال يا سبحان الله رزق الإنسان سيأتيه ثم حكى ذلك لأحد أصدقائه وأصحابه فقال له يا هذا كيف ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الكسير الجريح الذي ألجأته الحاجة والضروع إلى آخر من بني جنسه ولم تسعى لأن تكون أنت القوي السجاع الذي يسعى على نفسه وعلى الضعفاء من بني جنسه ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول واليد العليا هي اليد المعطيع هي التي تعمل وتكتهد ولما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أحد أصحابه وهي خشنة من أصع العمل قال له هذه يد يحبها الله ورسوله يا سعد فالله عز وجل يحب اليد العاملة القوية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اليد العاملة القوية ولما سأله سيدنا سعد بن أبي وقاص يا أسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة قال له أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة وطيب المطعم يكون بالسعي الحلال وبالعمل الحلال ولما مر أحد الناس على أصحاب سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوه قويا كلدا نشيطا يسعى فيهم فقال لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم مصوما ومصححا لهم إن كان خاج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله وإن كان خاج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله فالسعي على الحياة وعلى توفير معيشة كريمة لنفسك وأهلك فهو في سبيل الله هذا هو ديننا يدعو إلى العمل لا إلى البطالة ولا إلى الكسل بل يقول صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم على ظهر حزمة من الحطب أن يجمع الأخشاب من قمم الجبال ويحملها على ظهر خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوها وقال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغيسها فليغيسها يعلم أن الساعة ستقوم لكن العمل لشعر في العمل ويقول صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يزع زاعا فيأكل منه طائع أو بهيمة أو حيوان إلا كان له به صدقة ديننا دين العمل حتى لا يحتاج الإنسان أن يمد يده لغيره لأن المسائل كدوح يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسائل كدوح خدوش يجدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء طاك وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول لحمل الصخر من قمم الجبال لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من من الرجال يقول الناس لي في الكسب عيب فقلت العيب في زل السؤال على أن ديننا الحنيف لم يطلب مجرد العمل وإنما طلب الإتقان فيه يقول الحق سبحانه وطالى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ويقول سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه ويقول سبحانه ماطى في خلق الرحمن من تفاوت ويقول سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وعن عاصم بن كليب عن أبي قال شهدت مع أبي جنازة شهدها صلى الله عليه وسلم ثم يؤكد وأنا غلام أعقل وأفهم فانتهي بالجنازة إلى القبر وصلت الجنازة إلى القبر ولم يمكن لها أي وضعوها دون أن يسو المكان فجعل عاصول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحظة هذا سووا لحظة هذا سووا لحظة هذا حتى ظن الناس أنها سنة فالتفت إليهم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن ديننا دين الإتقان دين الإحسان إتقان الصنعة إتقان العمل إتقان الزراعة إتقان الصناعة الأمانة في التجارة هذا هو الإسلام نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم وحسن اتباع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته